أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من بيت للكل والتي نخصصها للحديث عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضيفي حسن فرج عضو ثوري فتح وسكرتير الشبيب أهلا بك أستاذ حسن أهلا بك أستاذ خاتف ونحن نتحدث عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يخطر في البال إذا ما كان يحمل هذا اليوم قيمة إنسانية قيمة أخلاقية للفكرة التي قائم عليها أصلا هذا الفعل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يعني فعلا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو أقر في الجمعية العامة المتحدة وجاء متأخرا إلى حد كبير بمعنى أنه أقر عام 1977 بعد أكثر من 28 عاما يعني على احتلال فلسطين على نكبة الشعب الفلسطيني حتى على قرار التقسيم الذي أقر في تاريخه هذا القرار الدولي وهو كان محاولة من أجل يعني لنقول كما استخدم في جميع العامة المتحدة من ألفات لجبر الضرر الذي وقع على الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي تسبب بتهجير الشعب الفلسطيني وتسبب بنكبة الشعب الفلسطيني من أجل توعية المجتمع الدولي لحقيقة القضية الفلسطينية وأنه بعد عشرات السنوات لم تستطع هذه المنظمات الدولية أن تدفع باتجاه إحقاق الحق الفلسطيني أو نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وأيضا حقه بتقرير مصيره والحق الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم بالعودة إلى الديار التي هجروا منها لذلك ما بعد عام 1978 بقي في إطار إحياء هذه المناسبة في القاعات على شكل خطابات على شكل جماهيري وشعبي يعني ورسمي في إطار محدود ولكن نحن اليوم نشاهد بأن التضامن الدول الشعور الإنسان سنتي على التضامن الذي تشهده موظم عواصم أوروبا لكن قلت أنه حتى الجمعية الأممية للأمم المتحدة تأخرت في إصدار مثل هكذا قرار خاص بهذا اليوم اللي هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقلت أنه لم يتجاوز حدود القاعات سؤالي ما قبل هذه الحرب التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي كل أنحاء الأراضي الفلسطينية هل تجاوز حدود لغة الشعار هذا العنوان اللي هو اليوم العالمي للتضامن هل هو فقط مجرد يعني شعار للشعور الإعلامي كيف يمكن أن نفعله نحن كي يتجاوز هذه الحدود يعني أن لا يبقى مثلا رهن القاعات رهن الصلاة في شارع هنا في أمام سفارة هناك يعني هناك فعلا نقول أن هناك تحركات مهمة وتاريخية من أحرار العالم باتجاه دعم القضية الفلسطينية في الكثير من دول العالم ونحن يعني تابعنا وعملنا مع المؤسسة الرسمية مع يعني منظمة التحرير الفلسطينية مع صفراتنا في الخارج تذكر عام 2012 في حملة فلسطين الدولة عام 1994 التي يعني أتت أكلها في الاعتراف الدولي بفلسطين دولة مراقبة أو دولة غير عضو في الأمم المتحدة وهذا كان تعبير عن الجهد الكبير الذي بذل إن كان شعبيا أو جماهيريا أو دبلماسية شعبية أو دبلماسية رسمية وتقدمنا فيه خطوة للأمام ولكن بقي الأهم وهو التأثير الحقيقي والفعلي على الدول الكبرى والدول العظمى التي تقف حتى الآن حائلا دون إمكانية وصول الشعب الفلسطيني إلى حقوقه بالضغط على الكيان المحتل على إسرائيل دولة الاحتلال من أجل الإنسحاب من الأراضي التي على الأقل التي انسحبت أو الأراضي التي احتلت عام 1967 وهذا حتى الآن ما نشاهد أن الجهد المبذول خلينا نقول أو التحركات الشعبية الجماهيرية الدبلوماسية جيدة ولكنها حتى الآن لم تتحول إلى ترجمة حقيقية وفعلية من أجل التأثير الفعلي في بعض الدول العظمى لنقول صاحبة القرار التي تمتلك حق النقد الفيتو التي ما زالت تقف في طريق الحق الفلسطيني في إقامة دولة الفلسطينية ذكرى اليوم التضامن تأتي هذا العام في ظل ظروفه اختلفة الشعب الفلسطيني كما قلنا يتعرض لحرب إبادة في كل أماكن تواجده في القطاع غزة في محافظات الضفة في جنين في قلقيلة في القدس المختلف في كل الأماكن بالتالي شهدنا حراك في معظم عواصم أوروبا وهذا الحراك لا نبخص حقه بصراحة اللغة الشعارة التي رافقت هذه الفعاليات بالمعنى السياسي قوي جدا ارتقت إلى حد ما إلى مستوى المجزرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني كيف نجعل من هذا الفعل مستدام؟ أولا ما الذي يعني تحكينا عن النتائج الإيجابية لهذا الحراك وكيف يمكن لنا أن نجعله حراكا مستداما يعني مش فقط يقتصر على يوم في العام بالنظر إلى ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من ويلات بفعل مجمل السياسات الإسرائيلية يعني هذا التحرك الشعبي لنقول العالم في الكثير من العواصم والمدن كان نتاج تحرك الشعور الإنساني لدى شرائح واسعة لدى أحرار العالم أدى إلى الضغط الحقيقي والفعلي على بعض أصحاب القرار على بعض الدول حتى التي شهدنا في بداية الأحداث أنها كانت مواقفها داعمة للعدوان الإسرائيل على قطاع غزة وتحت شعار حق الدفاع عن النفس ونحن هذه جدلية لا نعرف كيف من الممكن أن تطرح بهذا الشكل حق الدفاع عن النفس لدولة تمارس الاحتلال على شعب تحت الاحتلال نفترض أن هذا الشعب يرزح تحت الاحتلال هو من حقه أن يدافع عن نفسه هو من حقه أن يقام هذا الاحتلال وليس هذه الدولة التي تمارس هذا الاحتلال بالقوة العسكرية على هذا الشعب الذي يقبع تحت الاحتلال وشهدنا بعض الدول التي تراجعت مواقفها عن دعم هذا العدوان على شعبنا الذي تسبب بعشرات آلاف الشهداء والجرحى والنازحين الذين هجروا من مناطق سكنهم في شمال قطاع إلى جنوب قطاع غزة وصور الفضاعة الإسرائيلية التي ارتكبت بحق شعبنا الأعزل في قطاع غزة تحديدا صور الأطفال والأشلاء والنساء والغالبية الصاحقة من الشهداء المدنيين حركت هذا الشعور الإنساني وتسببت في الضغط الفعلي والحقيقي على بعض رؤساء الدول والبرلمانات والحكومات شهدنا بعض الدول تراجعت مثل فرنسا لا وحتى إسبانيا في موقف متقدم مثلا إسبانيا بلجيكا في موقف متقدم هناك في وعود أيضا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من بعض الدول من خلال التصويت في برلماناتها وإقرار حكوماتها واعترافها بالدولة الفلسطينية وشهدنا أيضا المطالبة بأكثر من الثلثين من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالطلب بوقف العدوان وطلب من حكومة الاحتلال بوقف جرائمها في قطاع غزة وأن يكون هناك في ممرات آمنة ومناطق عازلة للمدنيين وهدنة مستدامة قد لا تكون هذه القرارات الآن تفي بالغرض بأنها لا توقف هذا ولكنها خطوة على الطريق وتؤكد بأن هناك تحرك شعبي أنا بدي أسأل عن مثلا شبيبتنا بالتحديد شبيبت فتح المنتشرة في الصحات الأوروبية لابد وأن لها دور يعني أنه كان لها لأنه ننكر دورة إلى دور في استنعال هذه الطاقات من خلال علاقاتها أيضا مع النخب في الصحات الأوروبية ومع المؤسسات ومع الاتحادات ومع النقبات ومع المؤسسات المثيلة يعني المؤسسات الشبابية بقصد في أوروبا لكن نحن بدنا دور نتطلع إلى دور دائما أكثر فعالية هناك دور لهم مثلا لجعل هذا الأمر كما قلنا قبل قليل مستدام طيلة أيام السنة لأن الاحتلال ليس يوما في العام وينتهي الاحتلال موجود على مدى وبالتالي نحن بدنا حراك مرافق أيضا لمش فقط نقض سياسات الاحتلال نحن قلنا قبل قليل أن المجتمع الأوروبي الشعب الأوروبية الشعوب الأوروبية لها قدرة هائلة في التأثير على حكوماتها ولمسنا ذلك قبل قلت قبل شوية انت حكيت عن الموقف كيف تغير الرسمي في بلجيكا وفي إسبانيا وفي دول أخرى ربما صحيح لذلك الشبيبة تحديدا يعني في إطار الدبلوماسية الشعبية وفي إطار عملها نقول الدبلوماسية الشبابية الكبير والمهم التي تبذله مع المنظمات الشبابية مع شبيبة الأحزاب السياسية مع اتحادات طلابية حول العالم يعني هناك علاقة للشبيبة مع أكثر من 200 منظمة شبابية في العالم الآن ونحن نتبوأ موقع الآن نائب الرئيس للاتحاد الدول للشبيبة الاشتراكية وهذه من أكبر منظمات شبابية في العالم وهناك دور فاعل جدا للشبيبة الفتحوية في هذه المنظمة وهذه المنظمة أيضا تتواصل مع يعني كل شبيبة هذه الأحزاب تتواصل مع أحزابها مع حكوماتها وهي منظمات مؤثرة جدا يعني الضغط في الضغط على صاحب القرار وفي الضغط على قيادة أحزابها وحكوماتها لذلك كان هناك عدة لقاءات حتى مع رئيس وزراء إسبانيا من قبل ممثلي الشبابية فتحوية مؤخرا في برشلونة قبل سبعين أو ثلاثة أثناء عدوان على غزة وكان هناك جهد كبير بذل وصدرت بعض البيانات من الكثير من المنظمات الشبابية حول العالم الداعمة للقضية الفلسطينية والتي تدعو لوقف العدوان على قطاع غزة والتي اعتبرته أيضا أنه جريمة حرب وحرب إبادة ترتكب على الشعب الفلسطيني وطالبت برفع هذا الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني وهذا مهم لأن تحديدا في أوروبا أنت تعلم بأن الشباب لهم دور كبير وحتى في أمريكا اللاتينية وفي بعض الدول حتى إفريقيا وآسيا وقيادة هذه المنظمات الشبابية هذا اليوم تكون هي القيادة المستقبلية وهناك بعض المنظمات الشبابية التي تربطنا فيها علاقة وطيدة وقوية جدا ثلث أعضاء البرلمان من حزبها هم من الشباب فلذلك هذه المنظمات مؤثرة كان لها دور مهم نحن على تواصل يومي معها وهناك رسائل تصلنا بشكل يومي وهناك أيضا برامج تم إقرارها من أجل تفعيل التضامن الدولي من خلال هذه المنظمات الشبابية وأيضا جزء من الفعاليات التي تتنظم في بعض العواصل التي شهدناها وتابعناها عبر الفضائيات هي كان الدور الأهم فيها والأبرز للمنظمات الشبابية التي لها علاقة مباشرة مع الشباب الفتحوية ومع الاتحاد العام لطلبات فلسطينية للتضامن أشكال مختلفة أشكال متعددة واحدة من أشكال التضامن أنه في الكثير من الأصدقاء الشعب الفلسطيني الأوروبيين اللي متضامنين معنا على مدار السنة مش فقط التضامن الموسمي ذهبوا إلى حد تعريت بعض التحوير التي قامت به المؤسسة الإسرائيلية يعني صوروا كانوا الفلسطينيين يقطعون رؤوس الأطفال مش هيك تم الترويج مجموعة من أصدقائنا الأوروبيين أثبتوا بالصورة أنه العكس هو الذي حدث بالتالي هذا شكل جميل ومؤثر وفاعل من أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني احنا أيضا شبيبتنا نفترض لها دور في هذا على مستقل وهي منتشرة في كل ساعات أوروبا الموضوع محتاج فقط أنه نشر الحقيقة والكثير من الشعوب الأوروبية يعني واقع تحت خلينا نقول التأثير الإعلام النقيط صحيح شو دورنا إحنا دور شبيبتنا مع أصدقائنا في العالم كله كل شعوب الأوروبي كل شعوب العالم أصدقاء الشعب الفلسطيني بتعريت لأنه هذا كمان جزء مهم جدا وهذا بغير الكثير من المفاهيم يعني في مثلا أنا فيه فنانين فيه كتاب فيه نخبويين في العالم بنتبولة تحصصات كثير مختلفة عندما يعني اطلعوا على أنه حقيقة الأمر إسرائيل بثت شيء ما حاولت تتزيف رواية ما جزء من الميه الآن احنا بنخوض حرب الرواية فغيروا مواقفهم تبعا للحقيقة التي تم إثباتها في نهاية الأوروبي فشو احنا شو وين دورنا في هذا الموضوع يعني احنا حاولنا قدر المستطاع هناك أيضا يعني بالتنصيق والترتيب مع الشبيبة ويعني اتحادات الطلاب والشبيبة حتى في قطاع غزة أن يكون هناك رسائل مصورة ومسجلة وبثت وترجمت لبعض اللغات من أبناء الشبيبة والطلاب المحاصرين حتى اللي كانوا داخل المستشفيات وأحد هذه الرسائل انتشرت على مستوى كبير جدا كانت من المستشفى القدس مستشفى الهلال الأحمر من إحدى الأخوات من نشطاء الشبيبة التي نقلت المشهد كما هو أثناء القصف والضمار وأصوات الانفجارات حولها ووجهت رسالة للشباب العالمي أن شاهدوا ماذا يحدث داخل هذه المستشفيات وهذه بثت من خلال ونشرت من خلال الشبيبة الفتحوية على المنابر والمواقع المختلفة للمنظمات الدولية الشبيبة هذا على سبيل المثال وأيضا هناك حملة كبيرة على السوشال ميديا وأيضا على بعض المنصات الإعلامية التي حاولنا ننقل فيها الحقيقة ما يجري على الأرض أنا أود في نهاية هذا اللقاء أني أبعت برسالة من بيت الكل لكل الشعوب المتضامنة مع الشعب الفلسطيني بإمكانك التضامن وأن يكون تضامنك فاعل ومثمر يمكن بوست يمكن فيديو قصير يمكن نقل لمعاناة رسالة من قطاع غزة أي شيء له ينتمي للحقيقة بإمكانه أن يكون مؤثر وأن تكون بذلك فعلا تضامنت مع الشعب الفلسطيني بشكل مثمر وبنى أنا أود أن أشكرك حسن فرج عضو ثوري فتح سكرتير الشبيبة أن كنت ضيفي في هذه الحلقة الخاصة من بيت الكل شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام بيت الكل المتواصل لكن بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل